ما هو تفسير قوله تعالى كاف ها يا عين صاد لا خلافة بين أهل العلم أن الحروف المنقطعة التي افتتح الله بها بعض الصور في القرآن الكريم كصورة البقرة ألف لام ميم وصورة الأعراف ألف لام ميم صاد وصورة يونس ألف لام را وصورة مريم كاف ها يا عين صاد وصورة صا وغيرها من الصور يقرأ فيها كل حرف على حدة ولا يقرأ مجتمعا إلى غيره فصورة البقرة يقرأ أولها ألف ثم لام ثم ميم أما معاني هذه الحروف فقد اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال في الجملة أولا هذه الحروف لها معنى لا يعلمه إلا الله وبهذا قال جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون وابن مسعود وغيرهم ثاني هذه الأقوال هو أن هذه الحروف لها معنى يعلمه الناس واختلف في تعيين معناه فقيل هي أسماء للصور وقيل هي أسماء لله تعالى وقيل غير ذلك القول الثالث هو التوقف في معاني هذه الأحرف فلا يقال لها معنى ولا ليس لها معنى القول الرابع هو أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها وبهذا قال مجاهد بن جبر لأن كلام العرب الذي نزل به القرآن لا يعرف فيه معاني لهذه الحروف لكن انتقاء المعنى لا ينفي الحكمة فإن حكمة ذكر هذه الحروف المقطعة في أوائل السور هي بيان إعجاز القرآن العظيم وعجز الخلق عن الإتيان بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يعرفها العرب ويتخاطبون بها ومما يدل على هذا أن الله تعالى يذكر بعد هذه الأحرف القرآن وعظيم إعجازه وأنه الحق الذي لا ريب فيه وهذا يشير إلى الحكمة من ذكر تلك الأحرف ففي سورة البقرة قال الله تعالى ألف لام ميم ثم أتبع ذلك بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه وفي سورة العمران قال لام ميم ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وفي سورة الأعراف قال ألف لام ميم صاد ثم قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه وهكذا في بقية الصور التي تبدأ بالحروف وقد ذكر هذا ونبه إليه جماعة من أهل العلم كالمبرد والفراء وابن تيمية والمزي وغيرهم وقد قرره تقريرا جيدا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير صورة هود وبه قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله